لتحضير فروج محمر بالزعتر الأخضر بدنا دجاج فروج طبعا فروج يعني صغير يعني لا يتجاوز كيلو نهائيا يعني ادوب 700-800 بها الشكل دجاج فروج كامل ربع كوب من الزعتر الأخضر المفروم لكل دجاجة ربع كوب يعني كمشة معلقة كبيرة من السماء بدك تقليلي قليلي معلقة كبيرة من الزعتر يتدقق اللي بسمسم أنا كتبتلي قدقه عشان تعرفي ان هو هذا طبع الزعتر وزيت ربع كوب من الزيت النباتي ملح وفلفل بابريكا خشنة خيل مطحون إبهار دجاج من إسناد توم مهروس ما تكتري معلقة كبيرة من برش الليمون عشان أعطي طعم حموضة بس بس والله كنت أغني مبارح مشان هيك انبح صوتي طيب إحنا موجودين معاكم بث مباشر هذه بحية الصوت على فكرة الكل بعاني منها هلأ بسبب الكنديشينات بالسيارة وبالبات يا مخرجنا الكريم معانا اليوم الزميل علي أبو جمعة برفقة ملاءنا الأعزاء أنا نزلت مباشر على كل صفحاتي على فيسبوك أنستجرام بالإضافة لصفحة مطبخ التلفزيون الأردني وصفحة يوم جديد وعلى اليوتيوب للستات الحلوين أي وصفة بتتوهي فيها بس أكتبي اسم أول حرف من الوصفة بطلع لك كله في قناة خاصة ليوم جديد على اليوتيوب إن شاء الله إنها بتكون تحت أمرك بأي وقت رح أعمل لكم الخلطة أي نوع من قطعية الدجاج جاج كامل فراريج صدورة بعضم إفخاد أجنحة أي شيء المهم دجاج بس أنا بدي أعطيك إياها للفراريج عشان اللي عندها ضيوف في البيت تعمل إشي مشخص لما نقول فروجة إذن هي صغيرة ما بتتجاوز الألف جرام فأنا بأخذها من 800-900 شوفي ما أحلى هيك هيا زغنونة شايفينها؟ هذا الدجاج الفروج خصوصي للي هي الحشي بالإضافة للتحمير وأهم إشي إنه ما بيأخذ وقت سريع سريع خفيف لطيف هلأ أنا بدي أعمل الخلطة بشكل سريع جدا وأكيد لما بقول زعتر أخضر معناته أنا بدي أجيبه ورا بس بدك تضربيه ضربة واحدة على السكين شو يعني ضربة واحدة على السكين؟ بسود إذا سود رح يصير لونه كمان أسود بالفرن فأنا ما بدي يكون فيه مغالاة بسحب النكاب من أوراق الزعتر فرح أضربه ضربة بالسكين وحط له السماء وبرش الليمون بس بكل سهولة هلا إذا ما بدي تحطي برش الليمون تقدري إنك أنت تدهني الدجاجة بس تطلع بعصير الليمون أول ما تطلع من الفرن يو رح نجيب كمشة الزعتر ونقطيعها ضربة واحدة يعني خشل بس أنا بدي العروق تضل فيها بس به الشكل تمام؟ حسب الدجاج طبعا بس أهم إشي ما تكتري بضرب مرار دي ربالك كمان رح أزودهم شوي صغيرة بس بكفي للدجاجة الوحدة بعدين رح أجيب برش الليمون برش الليمون يفضل يكون ليمون أصفر بدون اللب الأبيض فقط رح يعطيك حمود رح يعطيك ريحة للدجاج إشي صراحة خرافي للدجاجة الوحدة هيك كتير بكفي إحنا نحط هاي الكمية نسق للسماء معلقة كبيرة للدجاج بس ما تكون معرمة ما تكون مليانة كتير التوم اختياري أنا بفضل يكون نكية واضحة بس مش كتير يعني سن واحد للدجاج بكفي كمان رح أحط اللي هي الزعتر الدقة وأنا رأكيد رح أستخدم من زعتر الكسيح الله يوجه لهم الخير كل رعاتنا بمطبخ التلفزيون الأردني حليب زين الموجود في الزرقاء بالمنطقة الحرة بالإضافة لمنتجات الكسيح كمان موجودين بالزرقاء ترى هم مدللين أهل الزرقاء بكل المصانع المرتبة الله يديم الخير على الجميع إذن حطينا معلقة كبيرة معرمة وتحطي معلقتين من الزعتر اللي بالسمسم رح يعطي طعم خرافي وكمان رح نجيب بابريكا خشنة قلتلك دايماً الخشن البهار بظل نبين على قطعة دجاج لحم سمك أرتب كمان رح أحط شوية هيل مطحون للتعطير ملح وفلفل للدجاج احسبي حسب كمية الجاج اللي أنت حطيتها لو تبالتيهم من الليل على السهرة الصبح بس بتحطيهم بكياس النار وع الفرن فوراً ولا بتغلبي حالك بإشي بهارات الدجاج من إسناد قلتلك إسناد تقريباً تقريباً أنا شفت القائمة والله أعلم أكثر من مئة بهار سلسلة طويلة عريضة إلها أول ما إلها آخر من أنواع البهارات وبهارات متخصصة جداً فلو إجينا رح تفتح القلبة شوفي قديش هي ذات جودة عالية البلاستك تبعها مقوة شكلها من بره حلو برزنتبل رح تلاقيها الكيس الكبير فيها من إبهار إسناد بكل بساطة تمسك الكيس فتحناه بالمقاص وبعدين بترجح بتفطيب بكل نظافة ورتابة وتقدر تحتفظ فيها في بيتك بدل ما تضلك رح جاي تجيبي مرتبنات زيي وتكتبي عليهم وتضيعي فهي يوم أكتب عليه عربي إنجليش اللي عنده عاملة بالمنزل ما بتخربط فهي مكتوب عربي وإنجليش بالبهار وشكله حلو وإنتي بدون ما تقرأي بس تشوفي شكله من بره حتعرفي لأيش اللي يزوجها ويحط إيده بالطبخ صباح الخير يا أمل يا صباح الورد حبيبي كيفك؟ يا صباح النور والسرور يلا يسعدها نشيط النشيط من الصبح اللهم مبارك عليكي على الجميع إن شاء الله حبيبي تألفي الله يسعدك يا رب والله النورين هاللي جايين من بره وكذا والله تعرفي كيفوصينا شيف على أجر بدل من كانوا كنين في البيت سننطلع المنتزهات نطلع معاهم الحمد لله والله شوفي المغتربين بيجوا بجيبوا معاهم شمس الهوى يعني إحنا هون الحياة مخضيتنا في بلادنا والشغل والولاد والبيت صحيح بس لما بيجي المغترب تتشجعي وتطلعي وتطشي كل يوم كيفوصينا أجر بنطلع في أماكن احنا ما شفناها مع طلعتهم سبحان الله بنشوفها ما صبوط صح إن شاء الله الله يضيم الحبايب لبعض يا رب يعني عارف شو باخدوا الله يسعدك وباخدوا معاهم هالزعفر والبيرامية من الكفيح أنا عفكرة من المنطرفين من أمريكا وذول لما بنصحوا في الموضوع من الكفيح والله حبيبتي الله يسعدك تحياتي لك وقلهم من وين جايينك المغتربين السنة من جايين من أمريكا والله يا سلام يا سلام إن شاء الله بيضلولك حبيبتي الله يسعدك يا حبيبتي تحياتي لإلهم سلمي عليهم نيمين هلأ هم أكيدا حبيبتي إن شاء الله بيضلولك يا رب سلامنا إلهم أهلا وسهلا فيهم جميعا يا شريفة صباح الخير أهلا صباح الورد أهلا وسهلا الله يسعدك السلام على صوتك شويرا برجع برج الله يسعدك الله يسعدك على الوصفات الجميلة دائما من النفطة وصفاتك وتكون متجددة دائما حبيبتي العيونكم تتدلل إن شاء الله منظل نجيب أشياء جديدة يعني أكيد أنا مرح أطلع أعمل إشي الكل بيبدع فيه أكتر مني بألف مرة أنا متأكدة ما شاء الله عنكم حبيبتي ممكن أقدم تهني أه آه ستي تفضل يلا معك إحنا بقدم تهني على ابن سائر صباحي بمناسبة عيد ميلاده ما شاء الله إن شاء الله بيضلل لك والعمر كله يا رب أهلا وسهلا فيك وفي يا عمر تمام هلا إحنا اللي رح يصير الزعتر رح يضل وراء فهذا أذكة غموس أو أذكة غميسة زائد إنه الدجاج زي أنا عملت له حشوة داخلية من الداخل بعدين بهرتها شوفي السيمسون كيف صار على الدجاج شوفي البابريكا كيف صارت من برة فبرجع وبقول إنه الجاج جاج يب تعطيني خلطة صح يا أما بالنهاية أنا كمان كستويت قاعدة في بيتي وببدع أكيد الستات عندهم ما شاء الله نفس قوي فهلأ أنا أكدت إنه من جوة غطيتها تمام وبعدين من برة وبدنا نسلم على كل شركائنا بمطبخ التلفزيون الأردني أكيد طحين وسميد الجمل مع كارونة ونودلز من قوستو بالإضافة لبهارات إسناد وقهوة نجدية ما رح ننسى من الذكر كمان حليب زين المجفف البودرة ولاغنا بالأول وبالآخر عن كل منتجات الكسيح هلأ بعد ما إحنا عملنا الدجاج بهالشكل كل ما ضل قبلي بيوم كل ما أعطاكي نكهة التوم والزعتر الفرش بتخمر بالتلاجة فبيعطيكي نكهة غير شكل هلأ رح نروح نجيب كيس النار اللي في كتير ستات ما بيحبوه يا بينفجر بيعبي الفرن هلأ رح أورجيكم الكيس عندي كيف ضل زي ما هو يا إما الدجاج بلزق وبنصير نقشر للأسف كيس النار عن قطعة الدجاج هلأ بقولك كيف ما يلزق أول إشي هون لما أحطها الدجاجة زي ما هي صراحة رح يكون شكلها مش حلو فالصح أني أجيب خيط الفرن خيط الفرن ما بينحرق يفضل أنك تستخدمي لون أبيض عشان البصر نفسيا مش أحط خيط أسود أو أحمر أيا كان في يوم من الأيام كنت معزومة عند جماعة وكانت الست عام لهم غلبي حالها في الساعات عم تشتغل كرشات ومخيطة الكرشات بخيط أحمر وللأسف أنه زوجها حرد عن الطبخة وما رضي أكل نفسيا لأنه الخيط لونه أحمر اعترض في يومها يعني هذا الحكي إلو سنين فسبحان الله ظلت على الأبراسي كل ما أجي أعمل بتذكر هذا الموقف شايف كيف تظل برزنتل وبظل شكلها حلو لما بيكون في عندك ضيف فدائما أنت مشتغلة مشتغلة ونوقف بالمطبخ انتبهي لأصغر التفاصيل حتى يظل شغلك امدوزا نحن نمسك الدجاج ونحطه بالكيس بدون لا طحين ولا إشي تاني صباح الخير يا رنا صباح الورد صباح الورد لأهل الورد أنا مشتاء للطيبين أهلا وسهلا هلا حبيبتي يا هلا هلا يا سهلا أمر لما أشي الجاجة تقلق صودا لما تحشي الجاجة لما أحطيها وحطها بالفرن يحطي عندي صودا طيب خلينا نعد أنا وياكي شو بتحطي لها بهرات؟ يلا واحد يعني بحطي لها بهرات فلفل أصمر بهرات الكيرة بهرات مخطلة كمان ملح فلفل آه بس ما بكتري يعني شايف طيب طيب البهار لمشكل البهار لمشكل أول إشي والفلفل الأسود بغمقوا الدجاج فإحنا بهار مشكل ولا معلمانية على حضرتك لا بهار مشكل ولا بهرات سبعة بنحط على الدجاج لأنه أصلا فيها إحنا بنقول بهرات سبعة مكسل بهرات السبعة فيه بعض المكونات ما بتلبق على الدجاج جار بيستخدمي بهار دجاج الكيجن الكيجن إذا أنت بتشوفي لونه على أحمر البابريكا فهو نوع البهار المستخدم هو اللي بيسود الدجاج أو إنه بيكون كتير أهلاً وسهلاً يا أمر هلأ هون إحنا حطينا الجاجة وقالت إننا الشف تحطوه شطحين وأنا بلزق معاي اللي بصير كل قاتي ما رح أخسر من الخلطة اللي أنا عملتها رح أحط عليها للدجاج وبعدين رح أمسك النينة زيت القلي أو قلم زيت القلي اللي عندك بالبيت فوق ما إحنا حطينا على الخلطة لا تركني الكيس بده معلقتين كبار من الزيت النباتي فرح نحط على الدجاج من الأعلى زيت نباتي بهالشكل وبعدين بدنا مش من هون ما رح أخنو الدجاج من تحت وأخسر هو أصلاً ما عمل لك الكيس بهالشكل إلا لأنه في مبدأ رح من فوق بتسكريه من فوق عشان تخلي الهوى يتحرك براحته في داخل الكيس الضغط اللي بده يصير مشان هيك بتلاقي الكيس نفخ كل ما حشرت الدجاج من جوه كل ما كان مش صح وما استفدنا من الكيس رح نسكر هبها الشكل صباح الخير يا نجاح صباح الخير صباح الفل والياسمين عبيدتي صباح الستات الطيبة أهلاً وسهلاً يسعدك يا ربي الله يعطيك العافية والله يعافيك يا ربي وانهم المغتربين عندك مغتربين بالبيت آه والله والله عندي دار أخوي جايين والله بنسهر لأيمتا بس عشانك بصحى من الصباح حبيبتي بسهروك بالليل آه بسهروك بالليل آه والله بالسهر لا تنتين ولا تلاتة بس لازم أصحى حبيبتي إن شاء الله بتصحي للخير والسعادة دائماً لا تنتين برنامز على النيروق ما بقداري لأيه فيكو بركة ست الكل بنكبر فيكم والله الله يسعدك يا حبيبتي والله طول عمرك ست اللي زي الرمان هذا أنا مش سامع هلأ الزملاء بساعدوني مش سامع مني الزرج الزرج اسمه انت حكيت عنه زي الرمان الزرشك الزرشك أو الإيرانية هلأ لأ موجود بكل مكان وكانت قبل غالي هلأ سعره كتير مناسب هلأ اللي بصير يا ست الكل شكراً على اتصالك وصباحك سعيد آه كمان مرة اطلعنا بعقدة الكيس من الأعلى من فوق فيه بعدين بتيجي وسته هي بتشتغل بتجيب السكين وببوز السكين بدها تعمل ايش بدها تعمل خروم بالكيس فبتيجي بتعمل هيك أو بتيجي من عند الدجاج فلما تيجي تقلبيها بالفرن كل السوس بوقع وصفة الدجاج بس ملفوفة بكيس فقط ما استفدنا من كيس النار هادي بوز السكين راح تعمل لي خروم تقريباً يعني اثنين لثلاثة سانتي هاي الاثنين تلاثة سانتي راح يطلع كل السوائل اللي موجودة بالكيس وانا ما استفدت من كيس النار كيس النار بده بيعود خشبي فقط خروم صغير لحتى ما ينتفخ معاي وبعدين بالفرن يفقع هو بس بحاجة لثقب صغير جداً وبعدين بدك اتمس شيها بهالطريقة للدجاجة وصير عندك الزيت النباتي مغل في الكيس شايفه الكيس الدجاج أنا حطيت له في الكيس وعلي إذا بلزق بس عشان أطبخه بشكل سريع جداً وما يلزق وأرفع نسبة البخار والستيم بصنية الفرن استخدمي المي إلجأ إلى موضوع المي كاسة شوف المي عندي مغلية بتصير تغلي مع حرارة الفرن ولما بتغلي مع حرارة الفرن شو بصير بصير عندي نوع من أنواع البخار وبستوي بسرعة وبضل جوسي وما أحلى رح أجب لك النتيجة النهائية من الفرن وتشوفي معاي الشكل النهائي للدجاج هاي ورح تشوفي كيف رح نطلع الدجاج كامل بدون طلعي بدون لا يفرط ولا يلزق نهائيا أنا عن نفسي بصراحة ما بحب لا أسكب ولا إشي في البيت بحب أحمل قطعة الدجاج زي ما هي من الكيس لأنها هاي هطلعي لأنها بتكون كل السوائل والدسم فيها بأسفل الكيس أحنا رح نطلع فاصل يا الله يا جميلة طبعا صباح الورد يا جميلة أهلا صباح النور كيف تي أهلا ستة الكل الله يعطيك العافي عبت بخافة في الوصول حبيبتي عافي عمرك يا ربي بخدمتك قولي يا جميلة حبي رقمت خاص يلا حبيبتي معك ألو أه حبي بس دي رقمت لي رقمت جو هلا هلا بيعطوك يا يا أمر أهلا وسهلا وميت مرحبة هاي رح أخليهم وبعد الفاصل رح نسكوا بصحوننا أنا وياكم بالشكل النهائي لأنهم فروجة فهي مو حرزانة أنا أعملها وأدمها وأطيعها اللي رح نشتغل عليه بأنه كل واحد يأخذ المين كورس أو بليتينك تبعه يأخذ صحنه مع المقبلات اللي بدنا إياها بنحط جنبها هاي البطاطاة البيبي مع بيسو طعمها زي الأطر وكثير زاكية مع أشرتها للي عندها ابنها مغلبها فيك تسلقيها وتحمريها بالإيرفراير أو تقليها قلي وياكلها ابنك نسبتنا شويات وكثير زاكية أنا سلقتها وبعدين حمرتها مع شويات فابريكا وملح وفلفل أو إذا بدك فريز تقلي بطاطا بعد الفاصل رح نقدم الصحن رجعين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 والإنتاج لديها ضيوف وتحب تضللهم أكيد دايما انتو سيد من طبخ هتعملوا أشياء كتير حلوة أنا متأكدة يلا هنقدم كمان عرقين طبعا الزعتر أنا جايبتو تنسوش أنه مبارح جمعة فنوعا ما التوزيع بيكون مش كتير للخضار فاللي تلاقيه هتلاقيه دبلاب عشان ضيوفك ما يفكروا أنه شغلتك قديمة ما يتلج بنعنش هنرجع نحطهم هون وصباح الخير يا أسماء صباح الخير صباح الورد والياسمين يا تكتة حبيبتي شو أخبارك؟ هلا ستة الكل هلا حبيبتي يا هلا لماذا الفروجات بيشهوا؟ والله هم ممتكتكات الصراحة زكياء حبيبتي إن شاء الله بالهنة على قلوبكم بتجربوه وبتعجبكم بدي أصبح على والدتي بأملة جودة نعم وعلى ختام جودة وعنوها جودة إن شاء الله بيضلولك يا رب وإحنا نسلم عليهم ونصبح عليهم يا أمر أهلا وسهلا وصباحك سعيد وهيك بيكون معنا الفروجات جهزوبي الشكل النهائي والأمور بالسليم وعشان كمان تزبط الأمور بالمرة رح نعمل حركة بسيطة من إضافة لستيكس بهالشكل صباح الخير يا راية آه صباح النور شوف أهلا أهلا وسهلا هلا بالحلوين أهلا فيك بل الله يسعدك يا رب أقولي يا أمر أقولي حبيثي طبعا أنا من متابعينك وماما كثير متابعيتك كل يام طبعا وشو ما بتعملي بتساوي وبطلع معاها أزكى وأطياب وأفضل كمان يعني طبعا ما في غنى عن أكلاتك طبعا الصورة تجميع عن الصعام يعني من غير منذوق بس أكلات الماما ولا ميت شف بجيبها كوني عاثق الله يسعدك يا رب لا بالعكس صبخاتك كثير إن شاء الله بتضللك يا رب إن شاء الله بتضللك شاء الله بتضللك يا رب حبيت أصبح عليكي ومقدر أصلب رقمك الخاص تحت الهواء حبيبتي هلأ بيعطوك إياه تحت الهواء أهلا وسهلا وميت مرحبا يعم وهيك بتصير معانا الفروجات جاهزين بالشكل النهائي وأتوقع يعني أحلى من هيك ما رح يكون لضيوفك إن شاء الله بالهنى والعافية على قلوبكم